كتير لما بنتكلم عن البقعة الخضراء في بلدنا أو القطاع الزراعي في بلدنا أو الخضرة أو البيئة الحلوة اللي احنا لما نشوف خضرة في كل مكان من يومين كده وأنا ماشي على المحور يمين وشمال انت عادة بتشوف الحقيقة المزئرع والنخل وتبقى مستمتعة بالذات لما يكون الوقت كويس لا الحرارة عالية ولا الوقت مثلا كتير وبعدين تسرح وتقول بأن القطاع الزراعي في مصر الحقيقة يمكن في فترة في سنوات طويلة يعني حصل كده تجريف للأرض ونهب والبنى اللي كان موجود على الأرض الزراعية خفض هذا القطاع ولكن ما تفعله الدولة الآن بأنه أولا قانون البناء علشان حماية البقعة الزراعية وكمان علشان يبقى فيه أيضا استصلاح واستثمار للأراضي أكثر من كده مشاريع زي مشروع المليون فدان ومشاريع زي تشكة بتخلي البقعة الزراعية أحلى وأجمل انت بتتكلم على بيئة نظيفة صحية فلما تتكلم عن ده لازم تفكر كمان أحيانا في الجو الأخضر ده لما تلاقي أكياس بتطير شمال ويمين فتقول ده نوع من أنواع التلوث لكن حقيقة فكرة أنه الكيس في مصر الكيس النايلون ده اللي بقى مالي كل حتة أحيانا تمشي في الشارع وتقول الناس دي مش بتشيل القمامة لي وإيه كمية الكياس دي هتلاقي إحنا كمواطنين إحنا السبب في الكياس دي لما ترجع كده لأوروبا وتشوف مثلا الأوروبيين دلوقتي بقوا يعملوا إيه هم أكيد مش أفضل مننا ولا هم بيفكروا أحسن مننا إحنا كمان لازم نفكر بقى دلوقتي لما تروح مثلا سوبر ماركت ولا حاجة فيقول لك مثلا لو أنت عايز كيس عشان تحط أدواتك وكده فحتدفع عليه أكتر فبالتالي بقى المواطن الأوروبي يفكر يقول لك هو أدفع أكتر ليه فيطلع هو شنطة كده صغيرة متطبقة محتوطة في الشنطة بتاعته عارفين زي شنطة إيه عارفين تيل نادية بتاع زمان ده الحاجة يتبقى قد كده متطبقة شنطة قماش فالشنطة القماش دي لطيفة جدا لأنها متخدش مكان تقدر كده تربطها وتحطها وتروح أي مكان تحط حاجتك فيها ترجع البيت ممكن تخسلها وتبقى موجودة يا شنطة واحدة بس ممكن تكون مع رب الأسرة مع ربة الأسرة ولكنها هنسميها الشنطة الصديقة للبيئة صدقوني الكيس اللي في مصر ده لو تخلصنا منه حيبقى عندنا الحقيقة وقت فائد جدا بدل ما نقعد نلم الكيس اللي بيجري كل مكان الكيس ده بترمي من البلكونة بترمي من العربية بترمي في الشارع جرب كده وانت سايق عربيتك يعني تبزلش مجهود واضرب عينك كده شمال ويمين شوف كم واحد شايل الكيس دي أنا مش ضد إن الناس تشيل حاجتها لكن صدقوني شنطة صغيرة وماشي حط حاجتك فيها شوف قد إيه البيئة ممكن تتحسن كتير كمان مننا مثلا بنروح نسحب ملأتي أم بالذات ووقت صرف المرتبات كمية الناس اللي بترمي وراء رغم إنه هو على المكنة بيقولك يعني تاخد مثلا إيصال ولا تفضل إن انت يعني تبقى صديق للبيئة فكرة صديق للبيئة مش إنه هو مش عايز يديك إيصال لا ما انت ممكن تشوفه على الشاشة ناس دلوقتي بقت تعمل إيه تصوره ما احنا معنا الموبايلات فيصوره مثلا إيه لو هو عايز يشوف الاستعلام عن الرسيد أو أو يصوره ويحافظ إنه ما يخدش الإيصال ده لأنه في النهاية ما بيخدوش بيترمي وتلاقي أكوام أكوام جنب الـ ATM كل ده هتقول يا هو ده اللي حيأثر على البيئة نعم حاجات صغيرة جدا بتكتر إحنا 103 مليون أو أكتر دلوقتي 110 مليون فكل الأعداد دي لما ترمي كل الحاجات دي أكيد تأثر على البيئة ترجمة نانسي قنقر